وخلال اجتماع مجلس المحافظين تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وعشر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به هذا المشروع من اهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية وذلك بالنظري لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة شكرا